طيب خليني كده أسألك الأعمال التاريخية والأعمال الوطنية اللي اتنين أصعب من بعض العمل التاريخي محتاج قوة شخصية، صوت، لغة عربية ومصدقية والعمل الوطني نفس الحكاية محتاج مصدقية ومحتاج أن أنا أصدقك في دورك هل ده كان دايماً من نصيبك أنك بترشح بسهولة جداً في الأعمال دي؟ هو أولاً بس أحب أقول حرارتك أن المصدقية اللي حرارتك بتكلم عليها لازم في كله في كله صحيح إنما هي هنا سواء في التاريخية أو الوطنية بس أصل الوطني شوية يعني إيه؟ لازم أقيس كمان شخصية الفنان وبيعمل إيه في الحياة؟ يعني لازم أقيس حاجات الهوية يعني في حاجات معينة لازم أصدقك فيها يعني هو ده يعني تأكيداً على كده من حضرتك في السنة سواء اللي فاتت أو اللي قبل منها وأنا بالذات عامل دورين مهمين في أعمال وطنية سواء العائدون السنة اللي قبل اللي فاتت طبعاً من رئيس المخبرات كان دور حلو جداً فيعني أصروا علي وإن بيبقى في دخل للأجهزة إنها تشوف السنة اللي فاتت لما بعتولي وكده وأنا ادعى لو أنت كنت تعلب قبل كده في التعلب زمان طبعاً فأنت كنت تعلب كبير في التعلب زمان فيعني الأدوار بتناتي بعضاً الحمد لله إنما واعتذرت السنة اللي فاتت والبتاع وحاجات كده وبيضغطوا بقى علي في الفلوس إنما الإصرار الأجهزة علي إن ده لا هو ده اللي يعمل الدور عشان ده الناس مصدقاً عنده مصدقية ما عملش كذا ما عملش كذا ما عملش كذا فلازم لأن في حاجات علشان زي ما حررتك قلت الناس يصدق يبقى هم عندهم الأول في تاريخ إن هم والحمد لله يعني لما مش في الشارع الناس يقول لي احنا بنحترمك وده جزء وده حاجة مهمة جداً مهمة جداً